هو فصل جديد من فصول دوامة العنف التي تشهدها ليبيا تعرفه مع الإعلان عن اختطاف السفير الأردني في طرابلس فواز العيطان من قبل مسلحين على الرغم من العلاقات الدبلوماسية الجيدة بين البلدين حادثة استنفرت أجهزة الأمن والدولة في ليبيا بحثا عن أي أثر يستدل به على هوية الخاطفين لما لها من تداعيات وآثار الجهات المختصة الآن تتحرع عن مكان السفير المختطف ونعمل أن يتم الوصول إلى نتائج إيجابية في القريب العاشر لا توجد لدينا حتى الآن معلومات تدل على مكان أو هوية الخاطفين حوادث الاختطاف واستهداف السياسيين والبعثات الدبلوماسية ليست جديدة لكن خصوصية العلاقة بين الأردني وليبيا تطرح تساؤلات عن مغزى الخطوة فالسفير الأردني عرف عنه محبته للشعب الليبي ومبادرته إلى تقديم العون بحسب أسرته والمقربين منه أسألكم كان يساعدكم كثير كثير وكان يخدم الليبيين ابني بيحكي مع عمران تلفون بتفرج ولا صورة أخوي على التلفزيون فواز انبسطت كثير بس لما دققت بالخبر ولا خطف السفير الأردني في ليبيا طبعاً انصعقت وما بتعرف يعني شو مشاعري صرت أبكي تألمت كثير وسكرت التلفون مطالبات رسمية وأسرية بالإفراج عن السفير الأردني في ليبيا واستبعاد أي خلافات أو مطالبة داخلية في قضية اختطافه حفاظاً على العلاقات الطيبة بين الشعبين الشقيقين أنا للخاطفين بتمنى منهم أنهم يرجعوننا أخوي السفير الأردني هناك وإحنا بندعي لهم الله يهدي أوضاعهم في ليبيا إن شاء الله إحنا برضو يعني كنا مشاعر معاهم وتعاطف مع الليبيين يعني إحنا ما عمرنا كنا ضد الليبيين صح إحنا ضد العنف ضد الإرهاب لكن مع الليبيين كشعب إحنا مو ضد الليبيين أبداً وإلى أن تتكشف الحقائق وتتضح مطالب الخاطفين تتكثف الجهود للإفراج عن السفير المختطف وتشخص العيون لتأمين حماية أفضل للبعثات الدبلوماسية العاملة في ليبيا لما لذلك من أثر على جذب الاستثمارات إلى البلاد واستئناف عجلة النشاط الاقتصادي